موسيقى 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 صباح الخير وهذه نشرة مفصلة من المهدين وإلى عنوينها موسيقى شباب غزة يتوفدون إلى حدود القطاع في الجمعة الثانية من مسيرات العودة وسط استنفار قوات الاحتلال موسيقى موسيقى خلافات داخل جيش الإسلام تؤخر خروج الدفعة الرابعة من مسلحي دومة والجيش السوري يعمل على إعادة فتح طرقات دمشق وبلدة الغوطة موسيقى القيادي في حماس غازي حمد يرى أن تصريحات وليل عد السعودي خاطرة جدا ومؤشر على التوجه نحو التطبيع مع اسرائيل موسيقى موسيقى روسيا تؤكد أن السوم المستخدم ضد سكريبالو اخترع في الغرب وتحذر لندن من اللاعب بالنار موسيقى 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 وفي النشرة ألدن تصوير جديد يكشف اعتداء شرطين أمريكي على مواطن من أصول أفريخية موسيقى موسيقى أهلا بكم تكريما لشهداء يوم الأرض بدأ أبناء غزة بالتوفد منذ الفجر إلى حدود القطاع فيما سموه جمعة الكوتشوك بإطار مسيرة اليوم العودة الكبرى هذا ذكرت وسائل علامة الإسرائيلية أن الجيش عزز قواته على السياج ونشر دبابة وقوات جوية وبرية إضافية فيما قال وزير الأمن الإسرائيلية فيكدور لبرمان أن إسرائيل ستبقي الأوامر المعطاة لجنودها بإطلاق النار إذا حصلت استفزازات مضيفا أنه سيكون هناك رد فعل من أقصى نوع الحاجة أم الاختراع كما يقال وشبان غزة لم يعدم الوسيلة للدفاع عن حقهم في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها جمع الإطارات لإضرام النار فيها وسيلة أما الغاية فهي حجب الرؤية عن قناصة الاحتلال بنجمع فيها اليوم الجمع عشان نغطع القناصات على بطل القناصات الإسرائيلية نغطع الشباب على النساء نغطع الشيوخ على الأطفال بدنا تصريح عشان نطلع نتعلم بدنا نتعالج بدنا تصريح من إسرائيل عشان نطلع نتعالج وإننا بدنا نطلع بدنا تصريح وإننا أصحاب الأرض أم المحتلين يرجعوا للتريك ما لهم الدولة أساسا لم تقف الاستعدادات عند حدود جمع الإطارات بل تعدتها إلى جمع الأموال لنقلها إلى مناطق التماس وفي كل يوم يتعلم الفلسطيني كيف يواجه الجندية الإسرائيلي على قلب رجل واحد كبارا وصغارا نفروا إلى الشوارع والميادين للدفاع عن فلسطين وتحت عنوان جمعة الكاوتشوك يستعدون لمسيرتهم سلمية الفلسطيني والأرض قرنان لا ينفصمان يؤكد الفلسطينيون ويقولون إن الأيام دول وإلى أن يدور الدولاب الزمان ويعود الحق إلى أصحابه سيبقون بحق العودة متشبثين لانا شهين غزة قال ميادين وتبقى معنا من غزة مرأسلة الميادين لانا شهين لانا صباح الخير بداية لانا كيف بدأت الاستعدادات لجمعة الكاوتشوك نعم خالد صباح الخير بداية جمعة الكاوتشوك هي بدأت من الجمعة الماضية يعني منذ أن انتهت الجمعة الماضية وكان هناك في نفس اليوم توديع أيضا لشهداء غزة ولي أحد ذاتها بدأ الغزاويين بالاستعداد لهذه الجمعة جمعة الكاوتشوك لم تهدأ ولم تستكين عزيمة الغزاويين خلال هذا الأسبوع نزلنا إلى الشوارع وإلى الميادين رفضنا من كل حدب وصوب الغزاويين يجمعون إطارات السيارات وذلك لاتخدامها خلال هذه الجمعة الجمعة سوف يكون هذا اليوم حافلا بكل ما في كلمة من معناه سيكون هناك أيضا تأبين لشهداء الجمعة الماضية إذن الغزاويون هم منتشرون متواجدون وخلال كل هذا الأسبوع ليس فقط موضوع جمع الإطارات وإن كان أيضا عن طريق جمع الأموال ولكن أيضا هناك العديد من الفعالية نحن بانتظار يعني الغزاويين قالوا بأنهم سيبدأون بالتوجه إلى المناطق الشددية منذ ساعة الصباح سيكون هناك ثلاث الجمعة ومن ثم تبدأ فعاليات هذه المسيرة لأن كيف تم التعاطي مع تصريحات وزير الأمن الإسرائيلية بيكدور ليبرمان يعني هناك العديد من التصريحات وليس لليبرمان فقط وإن كانت هي التهديد الواضح والصريح من قبل نعم حول التهديد بيادة الإسرائيلية بالفعل حول هذه المسيرة والتي تفع إسرائيل في كل ما أتيت من قوة أن تحدى من هذه المسيرة وأن لا تزعلها بشكل إسرائي وأن لا يصير الصينيون هم مضرون ليس فقط اليوم الجمعة ولكن هذه الفعاليات هي متواصلة ومستمرة بدأت من يوم الأرض الجمعة الماضي وهي مستمرة إلى يوم النكبة نكبة الفلسطينيين الفلسطينيون لا يأبهون بأي تصريحات إسرائيلية وليس فقط بالتصريحات الإسرائيلية ولكن نحن نرى كما هو يجي على أرض الواقع ولا حتى بالآلة الإسرائيلية ولا حتى بكوة البطش التي تستخدمها إسرائيل ضد المتظاهرين هناك أعداد كبيرة من الشهداء هناك أعداد كبيرة من الجرحة والفلسطينيون يوضعون الشهيدة تلب الشهيد وينزلون من جديد إلى الفدود إلى مناطق التماس ويتمكرسون هناك من أجل الدفاع عن أرضهم وعن وطنهم فلسطين وليقولوا أنهم لن يرجعوا أدراجهم إلا بعودتهم إلى أراضيهم التي يوجروا منهم نعم لنا شهين مراسلة المادي من غزة شكرا جزيلا لك عقدت اللجنة القانونية لمسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار محكمة شعبية سورية في مخام العودة الشرق قطاع غزة لمحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي عضو اللجنة القانونية والتواصل الدولي لمسيرة العودة قال إنه يجب محاسبة إسرائيل على جرائمها خلال سبعة عقود وطلب بفتح تحقيق في استداف المدنيين العزل هذه الجرائم هي لم تراعي فيها إسرائيل لا مبدأ التناسب ولا الضرورة المتظاهرين المشكلوا خطرا على الجنود كانوا سلميين بشهادة الكاميرات والإفادات والأدلة القاطعة وبالتالي نريد أن نرسل رسالة إلى مدعي عام محكمة الجنيات لفتح تحقيق جدي والانتهاء من مصار الفحص الأولي والتسريع فيه وأيضا الضغط على القياد الفلسطيني وعلى رأس الرئيس محمود عباس من أجل حثه على إحالة هذه الملفات وبما فيها الانتهاكات التي وقعت في مسيرة العودة إلى محكمة الجنيات الدولية إعمالا للمادة 14 حيث توطينا كدولة مطرفا تعاقديا في أحكام ميثاق روما هذا الحق الأمر الذي سيقلص من أمد التقاضي وسيعني بدء مصار جدي لمحاسبة الاحتلال نهيك عن مصارات أخرى يمكن اتخاذها من بينها مبدأ الولايات القضايا الدولية وصف القيادة في حركة حماس غازي حمى التصريحات وللعاد السعودية الأخيرة حول إسرائيل بالخطرة جدا التي تؤشر إلى وجود توجهات لتصويق التطبيع مع إسرائيل وترويجه وفي مقابلة مع المادين قال حمد أنه يجب على وليل عاد السعودية الوعي جيدا لطبيعة إسرائيل القائمة على الإجرام الأمير محمد بن سلمان يجب أن يعي جيدا ما هي طبيعة دولة إسرائيل التي تقوم على الإجرام تقوم على مصادرة الحق الفلسطيني تقوم على شاعة الفوضى في المنطقة هي تمثل رأس الحرب الأمريكية في المنطقة تاريخ سجلها الإجرامي أسود سواء كان في فلسطين سواء كان في لبنان سواء كان في سوريا سواء كان في العراق وبالتالي نعتقد فهم لطبيعة إسرائيل لا يمكن أن تسمح له بأن إسرائيل يمكن أن تكون دولة لها وجود ولها شرعية وخاصة أن الشعب الفلسطين لا يزال حتى الآن يعيش تحت الاحتلال حمد أبدى استغربه من الموقف السعودي ودعي لأن يكون أكثر صلابة في وجه أي محاولة إسرائيلية لاختراق أي دولة عربية نحن كفلسطينيين نرفض بكل شكل من الأشكال فتح أبواب التطبيع مع إسرائيل سواء كان بالشكل المباشر أو غير المباشر بالشكل السياسي أو بالشكل الاقتصادي نحن نعتبر أن إسرائيل هي العدو ورقم واحد للعرب والمسلمين وحتى لكل أحرى العالم ولكل من يؤمنون بالديمقراطية وبالحرية أن إسرائيل تمثل خطر كبير على المنطقة بالعكس يمثلوا خطر حتى على السعودية هم يعملوا الآن على تمزيق المنطقة سواء كان فيما يحدث في العراق أو في سوريا أو في دول كثيرة إسرائيل لديها أصابع واضحة بمساعد طبعا الأمريكان في تخريب وفي تفتيت المنطقة من أجل أن يكون هناك تفوق إسرائيل في المنطقة المتحدث باسم حركة الجهد الإسلامي داود الشهاب قال لأن وليل عهد السعودي محمد بن سلمان أمير عربي آخر يدخل في سباق كسب الرضا على حساب حق الفلسطينيين بأرضهم شهاب شدد على أن فلسطين لا تقبل القسمة على شعبين داعيا إلى الكف عن العبث بالأمة التي ضاعت هيبتها بسبب سياسات التفرقة والتجزئة أكد وزير الخارجيات الإيراني محمد جواد ظريف أن السياسات الودية لبعض دول المنطقة تجاه إسرائيل شجعت الأخيرة على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين وضف خلال مؤتمر لدول عدم الانحياز في باكوان إن كل من يدعم إسرائيل هو شريك في جرائمها ومسؤول عن الدماء الفلسطينية التي تسال وصالب المنظمة باتخاذ إجراءات جادة لوقف عمليات الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في سوريا أكدت مصادر ميدانية أن خلافات داخل جيش الإسلام تؤخر خروج الدفعة الرابعة من المسلحين وعائلاتهم من دومة إلى جرابلوس وأضافت المصادر أنه جرى سعب الحافلات من داخل دومة بهدف الابتعاد عن الخلافات الداخلية بين المسلحين في الأثناء تواصل آليات الجيش السوري العمل على فتح الطرقات الرئيسية في الغوطة وترمين البناء التحتية بهدف إعادة ربط شبكة الطرقات بين دمشق وبلدات الغوطة عثر الجيش السوري على مرابد هاون استخدمها المسلحون في حي جبر لاستداف دمشق مرابد الهاون ودعت بين الأبنية السكنية وجرى إخفاؤها داخل حفر على عمق أكثر من مترين ويجري الوصول لها عبر أنفاق من أحد قبيت المباني كما عثرت وحدات الجيش على مستودعات ذخيرة وورش لتصنيع القضائف إذا من لاحظ من خلال نوعية من عيار السقيل 160 وهون إذا بتصور الأرقام الأرقام هون مرقمة بواحد اثنين ثلاثة أربعة وهيك وهون هيك الأرقام كلها الواحد وخمسين كل الرقم موجود هون على اللوحة هو بيدل على سمت موجود بدمشق يعني إذا على سبيل المسال بيدلوا مثلا منطقة باب تومة هو بالرقم 11 أو 10 كل الرقم موجود هون بيدل على منطقة موجودة وسمت موجود بضمن مدينة دمشق هذه الممرات كلها تحت الأرض هذه المعبر اللي مررنا فيه يوصلها عند الهاون كل مربط هون إلى ممر وتفريعة من الأنفاق الموجودة اللي شفناها شبكة الأنفاق الموجودة تحت الأرض وهي القزائف والهاون القزائف معدية هلأ للإطلاق وتصنيعه ما لاحقوا لأنه كان ضرباته أسرع من أنه يضربوا ولا القزائف وتصنيع محلي كله تصنيع محلي كلها قزائف كلها تصنيع محلي تلسانة من الأسلحة والمعدات والذخائر خلفها تنظيم داعش المنهزم في ريف دير الزور بعد تحرير الجيش السوري وحلفاء في محور المقاومة مساحات واسعة من أريف دير الزور رغم أن تنظيم داعش قام بإخفاء كل أسلحته داخل أنفاق أو طمرها تحت التراب آملا بعودته إلى المنطقة لاستخدامها من جديد ضد الجيش السوري أو لإخفاء الجهات التي كانت تدعمه نجحت عمليات التفتيش الواسعة التي يقوم بها الجيش السوري والقوى الأمنية في كشف كميات ضخمة من الأسلحة والمعدات والذخائر وأجهزة الاتصالات اللافت أن قسما كبيرا منها إسرائيلي الصنع وبعضها أوروبي ما يكشف عن حجم التنسيق بين الكيان الصهيوني والتنظيم الذي أوجد لمحاولة ضرب محور المقاومة من الداخل عمليات التفتيش التي قام بها الجيش السوري والقوى الأمنية مطلع هذا الأسبوع أدت إلى ضبط مستودعات في قرى الصالحية والدوير والكشمة واصبيخان تحتوي على كميات من الأسلحة والذخائر والمواد الكيميائية والمتفجرة والأحزمة الناسفة من مخلفات تنظيم داعش فتم العثور على ستة مستودعات الأول في قرية الصالحية وعثر فيها على حشوات قضائف RPG بكميات كبيرة والمستودع الثاني في قرية الدوير وعثر فيها على كميات كبيرة من الصواريخ ومنصات لإطلاقها والمستودع الثالث عثر فيه على أحزمة الناسفة صنعت للآليات والأشخاص المستودع الرابع دم قضائف هاو بعيارات مختلفة منها قضائف إسرائيلية الصنع وحشوات مدفع عيار مائة وخمسة وخمسين مليمترا صناعة حلف الناتو عام 2009 المستودع الخامس تم العثور عليه في قرية سبيخان ويحتوي على نحو ستين ألف طلقة لذكائر متنوعة إضافة إلى براميلة تحتوي على مواد كيميائية تستخدم لصناعة المتفجرات فيما عثر على المستودع السادس في قرية الكشمة ويحتوي على صواريخ مضادة للدروع إضافة إلى ضبط معمل سق العملة بمعدات تركية المنشأ حجم الأسلحة المضبوطة ونوعيتها مؤشران على حجم الدعم الذي كان يطلقاه تنظيم لإحداث الفوضى في كل من سوريا والعراق أعلن تانقر أن أموسكو أبلغتها أنه لم يتبقى أي عنصر من وحدات حماية الشعب الكردية في مدينة تل رفعة السورية وقال المتحدث باسم الرئاسة تركيا إبراهيم قال إن عملية غصن الزيتون ستستمر حتى تطهير كامل أو تطهير كامل المنطقة بمن سمهم الإرهابيين وأكد أن الوجودة التركية في عفرين سيستمر حتى استدباب الأمن في المناطق الحدودية وداخل المدينة تقارب روسي تركي في الملف السورية أبرز مؤشراته موافقة روسيا على تشييد أول محطة كهرذرية في تركيا كانت هدفا بالنسبة إلى الأتراك ويرى المحللون أن الرئيس الروسي أحسن اغتنم فرصه للحصول على تنازلات سياسية من نظرية تركي سواء على صعيد الأزمة السورية أو في مواجهة المتصاعدة مع الغرب قراءة من أنقرة لسلام العبيدي قبل 57 عاما فتيل أزمة الكاريبي أشعل في تركيا عندما نشرت الولايات المتحدة صواريخ متوسطة المدى تحمل رؤوسا نووية في إزمير الرد السوفيتي جاء بنشر صواريخ مماثلة في كوبا آنذاك وقف العالم على حافة حرب كونية في الكثير من تفاصيله يتكرر المشهد اليوم في سوريا لكن الفارق الأساسية يكمن في نجاح الرئيس اللاديمير بوتين على ما يبدو في تحييد الدور السلبي لأنقرة تركيا سعت على الدوام إلى دخول النادي النووي ولو بقنابل نووية أميركية بوتين تلقف هذه المعادلة وفتح الباب أمام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالشروع في تشييد أول محطة كهرذرية في ولاية مرسين على البحر الأبيض المتوسط الرئيس التركي يفهم أن إقامة مشاريع نووية حساسة تتطلب استقرارا داخليا وأمنا على حدوده ولا سيما مع سوريا التي تجاور تركيا برا وبحرا فكان لبوتين ما أراد في سوريا ما يجري في ريف دمشق اليوم وما قد يجري في إدلب وريف حلب غدا يبدو بنسقا بين موسكو وأنقرة بوتين وإردوغان يتقطعان اليوم في الأرض السورية خلافا لاجتباكهما بالأمس في سماء هذا البلد الذي تحول إلى ساحة لتصادب الأجندات وتنافر المعادلات الإقليمية والدولية روسيا تقدم لتركيا محطة نووية وصواريخ أس أربعمائة لحمايتها وفي المقابل تشتري منها التطبيع في سوريا والتعاون معها في تفويت الفرص على المخططات الغربية التي تستهدف سلامة هذا البلد وسيادته بل وسيادة روسيا وتركيا أيضا سلام العبادي أنقرة الميادين القمة الثلاثية في أنقرة تابعها المحللون في إسرائيل باهتمام إذا درسوا أبعادها ونعكستها الإقليمية والدولية أنا الإسماعيل القمة الثلاثية التي عقدت في أنقرة وضمت رؤساء روسيا وإيران وتركيا كانت موضع اهتمام ومتابعة في إسرائيل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيمين نتنياهو رد على لقاء القمة وعلى مواقف روحاني تحديدا بالقول إنه لا حدود للسخافة أغطبوط الإرهاب الإيراني يتهم إسرائيل بالإرهاب صور الرؤساء الثلاثة والمواضيع المطروحة في القمة كانت موضع متابعة من قبل المؤسسة الأمنية القلقة من غياب إسرائيل عن رسم المشهد النهائي في سوريا قمة محور الشر كما نحب تسميته في إسرائيل تؤشر إلى اقتراب نهاية الحرب الأهلية في سوريا وما هو محزن من ناحية إسرائيل والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن من يبلور مستقبل سوريا هم الروس الأتراك والإيرانيون لا نحن وحلفاءنا الأمريكيين لذلك فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وأجهزة الاستخبارات يبدو لي أنهم يتابعون ما يقال هناك في الغرف المغلقة وفي إشارة إلى مدى الاهتمام الإسرائيلي قطعت وسائل أعلام إسرائيلية بثها لنقل وقائع القمة مذيلة تغطيتها بعنوان قمة قادة محور الشر وفيما أشار مراقبون إلى أن القمة تبشر بصفحة جديدة من تاريخ سوريا وصمود رئيسها وجيشها رأى آخرون أن ضعف دور الولايات المتحدة في المنطقة وتعاظم دور إيران يحملان إشارات سلبية بالنسبة إلى إسرائيل من انتصر في سوريا ليس بشار الأسد وحده بل جزء كبير من الشعب السوري أيضا الذي كان مستعدا لدعمه المهم بالنسبة إلينا حقيقة أن الإيرانيين لديهم شرعيات روسية وبدرجة معينة موافقة تركية وأعتقد أن ما يحصل أكبر منه عندما أرى صور القمة وأضيف إليها حقيقة أن ترامب ينوي إخراج جنوده من سوريا أعتقد أن الصورة من وجهة النظر الإسرائيلية ليست جيدة المشاركون في قمة أنقرة نجحوا بحسب محللين في وضع خلافاتهم جانبا والاتحاد ضد إسرائيل والولايات المتحدة والأسوأ من ذلك كله بالنسبة إلى إسرائيل أن الرئيس السوري بشار الأسد نجح في الصمود بدعم قوي جدا من إيران وحزب الله وأن كل التوقعات باختفائه تلاشت أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أنه لا يمكن قابل التهديدات التي يطلقها المسؤلون الإسرائيليون في أو من حين إلى آخر لأنها عمل حربي خلال استقباله المنصقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان قال عون إن لبنان حريص على تعزيز الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية لأنه بلد يؤمن بالسلام وينبذ الحروب من جهتها أكدت المسؤولة الأممية استمرار دعم الأمم المتحدة للبنان في كل المجالات والعمل مع الحكومة اللبنانية لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها وفي النشر بعض الفاصل صور جوية استثنائية لبركاني كلاويا في هواي أهلا بكم من جديد اتهمت أفغانستان جارتها باكستان بتنفيذ ضربات جوية تسببت في إحداث أضرار مادية جسيمة في قليم كونر الحدودية يتي ذلك قبل زيارة يقوم بها رئيس وزراء باكستان لكابل اليوم لإجراء محادثات بشأن سبل التعاون لوقف هجمات المتشددين وقالت وزارة الشؤون الخارجية في أفغانستان إن مقاتلات باكستانية أسقطت أربع قنابل في كونر وحذرت من أن ما وصفتها بالانتهاكات المستمرة للأعراف الدولية سيكون لها عواقب وخيمة على العلاقات بين الدولتين فيما رفضت باكستان الاتهمات أعلن مارتين جريفاث المبوث الممي إلى اليمن تأجيل زيارته لعدن والمكلة التي كانت مقررة هذا الأسبوع وقال جريفاث عبر الفيسبوك إن الزيارة تأجلت لدواعي أمنية ولوجستية مشيرا إلى أنه يخطط لعقد مناخشات في عدن والمكلة ويجري حالي أن العمل على إعادة جدولة الزيارة للأسابيع المقبلة سعيا لاستئناف العملية السياسية في اليمن طالب رئيس المركز القانوني للحقوق والتنمية في اليمن طه بطال فريق مجلس حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياته القانونية تجاه المجازر التي يرتكبها التحالف السعودي في اليمن أولا بمناسبة مرور ثلاث سنوات من العدوان على اليمن والذي اتكب فيها جرائم كبيرة سقطة خلالها الآلف من الضحايا أكثر من 14.2 قتيل مدني وأكثر من 22.000 جريح مدني وكثير من الآلاف والمئات والمئات من المنشآت المدنية والتدميرية هذه الأرقام سنضعها من طولة فريق خبارة حقوق الإنسان من المركز القانوني باعتبارها المنظمة المدنية التي تقوم برسل توثيق هذه الانتهاكات منذ أول وهلا سقط فيها ساروخ على الجمهورية اليمنية في 25 مارس من العام 2015 نضع هذه الأرقام أمام طولة فريق خبارة حقوق الإنسان نضعها أمام اختبار حقيقي هل ستقوم بدورها الحقيقي والمأمول منها كإحدى هيئة المؤمن المتحدة في تونس أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن العدد النهائي للقوام المرشحة للانتخابات البلدية المقبلة هو 2074 قائمة رئيس الهيئة العليا أكد أن المحاكم الإدارية قبل طعونة 6 قوائم انتخابية من أصل 68 طعما كما أعلن أنه قد يجري تراجع عن قرار سابق بالتخلي عن الحبر الانتخابي خلال الاستحقاق المقبل حصل جديد وقع أعلامي وكونه هناك بالاتصال بسيد وزير الخارجية بالاتصال بسفير تونس بالصين وقع الاتصال بشركة صينية على اعتباره أنها بصدد أعداد هذه المادة ووقع أعلامي وكونه وطلب مني أن أقدم لهم وصفات فنية وكمية اللازمة لهذه المادة فقمت بذلك هذا الجديد الذي جاءني على لسان الحكومة وكنت تعهدت له بأن كل هذا الجديد يعرضه على مجلس الهيئة لاتخاذ القرار المناسب في الغرض وتبقى السلطة السيادية المطلقة لمجلس الهيئة بتعبية الحال شأن الناطق باسم حزب نداء تونس هجوما عنيفا على القوام المستقلة المرشحة للانتخبة المحلية محذرا أن ناخبين من منحها أصواتهم تحذيرات وضعها مراقبون في إطار مخاوف نداء تونس من تشتت الأصوات في انتخابات البلديات مراد الدلنسي تحذيرات مفاجئة أطلقها الناطق باسم حزب نداء تونس بخصوص القوائم المستقلة معتبرا أنها كائنات هلمية على حد وصفه ولسيما رؤساؤها محذرا من التصويت لها ومرجحا أن تكون تحالفاتها المستقبلية مع حركة النهضة رأي يجمع عليه معظم نواب نداء تونس نحب التنافس يكون حقيقة بين الأحزاب خاطر الأحزاب هي اللي وحدت ممكن أنها تحقق برامج الناخبين كلام ناطقي باسم الحزب الحاكم جاء قبل أيام قليلة من انتلاق الحملة الانتخابية مراقبون اعتبروه دليلا على تخوفات النداء من تشتت الأصوات وذهاب جزء منها إلى المستقلين هذا في اعتقاد التصريحات متنجا مش تزرع الناس يؤمنوا بالديمقراطية لأن اليوم نحن على بواب انتخابات بلدية والانتخابات بلدية انتخابات موطنية هي انتخابات عن قرب بالتالي أي مواطن معني بها أكثر من الحزاب السياسي حزب نداء تونس بحديثه عن القوائم المستقلة أرجع إلى الأذهان ما حصل معه منذ أشهر بدائرة ألمانيا حيث خسر مقعدا في البرلمان أمام قائمة مستقلة الانتخابة التي صارت في ألمانيا كانت لهم رسالة هم كانوا كحزب حاكم متحالف مع حزب آخر حاكم أعجز أنهم يلموا أربعمائة صوت وفهموا أن تونس تستعقب هذه الطبقة السياسية كاملة بترق العمل المتاحة كاملة وأنه ثم فرصة حقيقية للمستقلين القوائم المستقلة التي يقارب عددها نصف عدد القوائم المترشحة للبلديات لا يستبعد مراقبون أن تحقق المفاجأة رغم عدم أحرازها أي مقعد في التشريعيات الماضية التحذيرات التي أطلقها الناطق باسم حزب نداء تونس بخصوص القوائم المستقلة يضعها مراقبون في خانة الحسابات الانتخابية التي بدأت تأخذ منحا جديدا مع قرب موعد الحملات الانتخابية ويوم الاقتراع مردد لانسي تونس الميدين وفي الانتخابات العراقية أكد الزعيم وجبة الحوار الصالحة المطلق أن القائمة الوطنية ستفوز بعدد جيد من النواب مؤكدا أنه سيعمل على التفاوض على كيفية تأليف الحكومة المطلق أكد للميدين ضمن الانتخابية العراق أن الأولوية لدى قائمة الاتلاف الوطني هي خلق دولة عدل ومواطنة لا دولة طوائف اليوم مهم أن يكون هناك تضافر بين كل الناس اللي عندهم رؤى مشتركة عندهم مشروع مشترك أنه خلاص ينجمعون فيه مشروع واحد ويتوجهون لبقائمة انتخابية واحد الأولوية هي لخلق دولة عدل ودولة مواطنة لا دولة طوائف الدولة يشعر بها ابن الوسط وابن الجنوب وابن الشمال في أنهم متساوين أمام القانون طبعا فيه ضغوط على الناس في أنه ما أجد لك عقدك الزراع إذا ما تعطي الضمانة في أنك تنتخبني فيه شراء لبطاقات الانتخابات فيه احتمال لتزوير أيضا إرادة الناخبين يوم بالمخيمات فيه كثير من الأمور ممكن تحصل لكن هذا يجب أن لا يثني المواطن من الذهاب إلى الانتخاب لا يزال دور المرأة السياسي في العراق ضعيفا بسبب دخولها إلى البيت التشريعي والتنفيذي عبر الأحزاب والكتل السياسية البعيدة في برامجها عن مطالب المرأة وهذا الأمر يؤدي إلى تشتت أصوات النساء وفغدان تأثيرهن في الحياة السياسية هذا تقرير لمحمد الفهد دور المرأة العراقية في الحياة السياسية أخذ في التنامي فالدستور العراقي أتاح تمثيلا لا يقل عن 25% للمرأة في البرلمان في إطار نظام الكوتا الذي يدعم وصول النساء إلى البيت التشريعي حتى في حال عدم حصول المرشحة على عدد كاف من الأصوات فيما التمثيل الحكومي شهد توزير عدة عراقيات في الحكومات السابقة والحالية أما الترشح للانتخابات فهو الآخر يشهد تزايدا في أعداد النساء المنضويات في الكتل والأحزاب المختلفة نحن نسحى أن نقف بوجه هذه التحديات ونبرز كنائبات أو كمرشحات عراقيات للدفاع عن حقوق المواطنين العراقيين وتشريع قوانين تفيد هذا البلد انتماء غالبية النساء السياسيات العراقيات إلى الأحزاب والكتل المتنافسة وغياب المرأة المستقلة سياسية ربما كان من الأسباب التي جعلت دورهن التشريعية والتنفيذية يبتعد عن هموم المرأة ومطالبها المباشرة بسبب تأثير أولويات الانتماء الحزبي وعناوينه على مواقفهن التي تصب في مصلحة النساء هناك عدد كبير من الوجوه النسائية قد تكون اختياراتهم من قبل قيادات الكتل أيضا بنفس المعايير التي اتخذت سابقا بأن تكون موالية للكتلة وليس لقضيتها الإنسانية بحماية ودعم المرأة العراقية عشرات المرشحات العراقيات للانتخابات البرلمانية لعام 2018 سيشاركنا في التنافس الانتخابي وهو ما يلتقي مع رؤية بعض المنظمات المعنية بضرورة توسيع نطاق التمثيل النسائي في الحياة السياسية العراقية إبراز دور المرأة بشكل فعال على المستوى السياسي متوقف على مدى تكوين جبهة نسائية داخل البرلمان تكون بعيدة عن الصراعات السياسية وقريبة من هموم المرأة خطوة قد تتبلور في التجارب الانتخابية المقبلة في ظل مساع لتأسيس كيانات نسائية تنافس الرجل السياسية محمد الفهد بغداد الميادين وصف مندوب روسيا في مجلس الأمن رسالة رئيسة الوزراء البريطانية بشأن قضية تسامم العمل الروسي السابق سيرغي سكريبال بأنها كانت مريعة لما تضمنته من مغلطات وفي اجتماع مجلس الأمن حذر المندوب الروسي لندن من أنها تلعب بالنار الجانب البريطاني رجح أن المادة نوفيتشوك أتت من روسيا لماذا استخدام أقوى أنواع السموم ثم لماذا لم ينجح في قتله نرجح أن سبب بقاء الضحيتين حيتين بعد تعرضهما لذلك السم هو إعطاؤهما ترياقا على الفور المركز الكيميائي القريب من منزل سكريبال لم يستطع تأكيد مصدر المادة هل تعرف منظمة الحذر هذه المادة؟ كل نظام القرائن قائم على نوفيتشوك وهو سم اخترع في الغرب ولدى بريطانيا كميات منه مصادر الاستخبارات البريطانية لم تؤكد ما إذا كان بالإمكان استخدام نوفيتشوك في عمليات الاغتيال قلنا إنكم تلعبون بالنار وستندمون على ذلك لا أعتقد أن سلطات المباحث لديكم فكرت بكل هذه المسائل عندما أطلقوا الاتهامات جزافا المندوب الروسي أضاف أن موسكو طلبت من الخارجات البريطانية السماحة بالمشاركة في التحقيق بموجب بنود معاهدة حضر الأسلحة الكيميائية وكان رد بريطانيا أن روسيا إما ارتكبت الجريمة أو فقدت السيطرة على عملائها إذا لم تقدم أدلة فإننا سنعتبر ذلك تشهيرا متعمدا بروسيا هذه حملة منظمة لم تحدث صدفة غايتها شيطانة روسيا ونزع الشرعية عنها والطعن بعضويتها في منظمة حضر الأسلحة الكيميائية والطعن في شرعية ما نقوله بشأن الملف الكيميائي السوري نحن نرجح أن كل ما جرى مجرد تزوير بهدف الاستفزاز مصدر المادة السامة غير مؤكد أنه روسيا ومع ذلك يطلبون مننا الاعتراف من جاته قال مندوب بريطانيا في مجلس الأمن أن روسيا رفضت الإجابة عن سؤال لندن بشأن إمكانية أن تكون موسكو قد فقدت السيطرة على غزي العصاب الذي استخدمه ضد سكريبال ورأت أن موسكو تتلاعب بالأمن الجماعي وبالمؤسسة الدولية بعد تسميم سكريبال وابنته أجرينا تحقيقا شاملا ورجعنا ألاف ساعات الفيديو والشهود والأدلة في الثاني عشر من مارس طلبنا من الحكومة الروسية التجاوب بشأن استخدام السلاح الكيميائي على أرضنا لا سيما سم نوفيتشوك وهو سلاح دمار شامل لم يطلبوا مهلة بل رفضوا مبدأ الطلب رجحنا دور روسيا في الهجوم لأنها لم تعلن إطلاف نوفيتشوك ولديها سجل في الإغديالات وهناك الكثير من القرائن التي تجعلنا نتهم روسيا منظمة الحظر أرسلت خبراء أخذوا عينات وسيصدرون تقريرا سنعممه فور صدوره لافروف اشترط قبول نتائج التحقيق إذا شاركت روسيا فيه يأتي ذلك فيما غادر ستون دبلوماسيين أمريكيين موسكو بعد طردهم وإخفال القنصلية الأمريكية في سان بيترسبيرغ تقرير هبتو بيتار على متن هذه الحافلات يغادر الدبلوماسيون الأمريكيون موسكو إلى بلادهم ستون دبلوماسيا وضبوا أمتعتهم ورحلوا مع عائلاتهم في اليوم الأخير الذي حددته لهم السلطات الروسية لمغادرة البلاد بعد طردهم وإقفال القنصلية الأمريكية في سان بيترسبيرغ ردا على إجراء مماثل من الولايات المتحدة في إطار قضية تسميم الجاسوس الروسي سيرجي سكريبال السلطات الروسية ستستمر بردود الفعل المناسبة على الخطوات غير الودية تجاهها وفقا لما أكده وزير خارجيتها سيرجي لفروف لكنها في الوقت نفسه متمسكة بإجراء تحقيق موضوعيا مسؤولا في هذه القضية بما يتطابق تماما مع معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية لقد مضى وقت طويل من دون أن نرى مثل هذا الاستهزاء المفضوح بالقانون الدولي والأخلاق الدبلوماسية والأداب الأساسية أود أن أشير إلى أننا سنستمر في الرد على نحو ملائم على الخطوات غير الودية ولكن في الوقت نفسه نريد أن نكتشف الحقيقة من المستجدات المثيرة للاهتمام في قضية تسميم سكريبال إعلان رئيس مركز الأبحاث العسكرية البريطاني أن المركز غير قادر حتى الآن على تأكيد أن غاز الأعصاب الذي استخدم في الهجوم على سكريبال انتج في روسيا هذا الإعلان يتنافى كليا مع تغريدة نشرتها وزارة الخارجية البريطانية الشهر الماضي وتنسب لخبراء في المركز نفسه تأكيدهم أن المادة المستخدمة في التسميم أنتجت في روسيا لكن الخارجية البريطانية حذفت تغريدتها بعد الإعلان الأخير لرئيس المركز وعلى إثر ذلك تساءلت السفارة الروسية في لندن عن سبب حذف التغريدة أعلن وزير الدفاع اليوناني عن تعزيزة عسكرية للجيش اليوناني بالقرب من الحدود مع تركيا كامينوس أعلن أنه سيرسل سبعة ألاف عسكري إلى جزر في بحر إيجا مشيرا إلى أن هذا القرار يرتبط بالظروف القائمة في سياق تدهور العلاقات مع تركيا وأكد استعداد بلاده لمهاجهة أي تهديد خارجي هذه التطورات تأتي إثر اعتقال تركيا مجموعة جنود اليونانيين دخلوا عن طريق الخطأ إلى تركيا بحسب أثناء أعلن الرئيس الإيطالي سيرجيو متاريلا تشبث القادة السياسيين بمواقفهم والمطالب غير القابلة للمساومة التي أدت إلى عرقلة المحادثات المتعلقة بتأليف الحكومة في إيطاليا وأضاف أن على الأحزاب أن تتوافق بشأن المشاورات الجديدة المزمع عقدها منتصف الأسبوع المقبل داعيا إلى بذل مزيد من الجهود في سبيل تقييم الوضع وإيجاد الحلول المناسبة للأزمة الراهنة أعرب عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي من أصول لاتينية عن رفضهم الشديد قرار الرئيس الأمريكي نشر قوات الحرس الوطنية على الحدود مع المكسيك ودع مجلس الشيوخ المكسيكي إلى تعليق التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة في القضايا الأمنية والأخرى المتعلقة بالهجرة محمد كريم لم يكن مستغربا رد فعل مجلس الشيوخ المكسيكي بدعوته إلى تعليق التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة حول الهجرة ردا على قرار الرئيس الأمريكي إرسال قوات من الحرس الوطني إلى الحدود الجنوبية إلا أن موقف أعضاء الكونغرس من الأصول اللاتينية كان شديد الانتقاد لقرار ترامب واتهموه باستنزاف الموارد وعسكرة الحدود للحصول على الدعم السياسي والإدارة ترد الرئيس واثق من أن بسط الأمن في المنطقة الحدودية هو قضية أمن قومي وننشد أعضاء الكونغرس تأييد قرار الرئيس عيوضا عن تسجيل المواقف السياسية البيت الأبيض طلب من ولايات تكساس ونيو مكسيكو وأريزونا وكاليفورنيا والتي لديها حدود مع المكسيك إرسال قواتها من الحرس الوطني إلى الحدود من دون أن يوضح عديدها أو طبيعة مهماتها أو من الذي سيتحمل كلفتها لكنها خطوة تبررها الإدارة بسد الثغرات التي يستغلها المهربون والمهاجرون للدخول إلى الولايات المتحدة الصلاحيات الدستورية السارية تؤكد حق حكام الولايات المعنية بإدارة تحركات الحرس الوطني داخل حدود ولاياتهم ونأمل أن نتوصل إلى صيغة مقبولة لنشر القوات مع الولايات وتظهر الأرقام الرسمية انخفاض معدلات الاعتقال على الحدود بنسبة 26% ما يشير إلى الحسار معدلات العبور غير القانونية رغم ذلك تقول الإدارة إنها تواجه أزمة في الهجرة خطوة اتخذها الرئيسان جورج بوشي الإبن وأوباما عامي 2006 و2010 وكلفت مليار و300 مليون دولار عجل ترامب عن الحصول على تمويل الكونغرس لبناء الجدار دفعه بحسب مراقبين إلى اتخاذ هذا القرار الذي يحاول من خلاله إظهار أنه يأخذ خطوات تتعلق بالهجرة كأحد وعوده الانتخابية محمد كريم واشنطن الميادين نشرت الشرطة الأمريكية تصوير فيديو يظهر شرطيا يعتدي بالضرب على رجل من أصول أفريقية لاجتيازه إشارة المرور الحادث جرى في أب أغسطس الماضي وحظي بمواكبة إعلامية بعدما سربت صحفة محلية بعض اللقطات الفيديو يظهر الشرطي وهو يضرب المتهمة مرات عديدة فيما يصرخ الأخير بأنه لا يستطيع التنفس وسألوا إعلام محلية أكدت أنه جرى توقف الشرطية عن العمل ومحاكمته خمسون عاماً على اغتيال المناضر الحقوقي الأمريكي مارتين لوتر كينغ خمسون عاماً ولم تخفى وطيرة العنصرية في الولايات المتحدة وتتزمن الذكرى هذا العام مع ارتفاع نسبة الجرائم ضد الأمريكيين من أصول أفريقية ماريام واثنان وكأن هذه الأجراس تنظر العالم بأن حلم مارتين لوتر كينغ بات مهدداً اليوم أكثر من أي وقت مضى حلم بالمساواة بين الأمريكيين البيض وذوي الأصول الأفريقية دفع المناضل والناشط الحقوقي الأمريكي حياته من أجله فيما لا يزال ألف الأمريكيين يدفعون الثمن نفسه بعد خمسين عاماً على اغتيال لوتر كينغ ذكرى مارتين لوتر كينغ تتزمن مع ارتفاع جرائم العنصرية في الولايات المتحدة في العام الأخير كان آخرها قتلى ضباط شرطة نيويورك رجلاً من أصول أفريقية كان يحمل ماسورة معدنية فضلاً عن مقتل عدد من الرجال ذوي الأصول الأفريقية العزل في وقت سابق على يد الشرطة مئة الأمريكيين خرجوا في مختلف الولايات إحياء لذكرى المقاوم السلمي وشددوا على أن حلم مارتين لوتر كينغ لم يتحقق من هذه الشرفة قررنا أننا لن ندعى رصاصة تقتل حركة لن نتوقف عن النضال أبداً مارتين لوتر كينغ يعني لا للعنصرية ولا للعنف والكثير لقد عانى من أجل كل هؤلاء الناس هو فعلاً مراث للمحبة والعدالة للناس جميعاً المشاركون في إحياء الذكرى أشاروا إلى أن طريق النضال لتأكيد حقوق ذوي الأصول الأفريقية والأقليات في الولايات المتحدة لا يزال طويلاً إلى أنه وكما قال المناضل الحقوقي مارتين لوتر كينغ ليس السلام هدفاً بعيداً نسعى إليها بل هو كذلك وسيلة نصل بها إلى هذا الهدف نشرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فيديو يظهر صوراً جاوية للحومة البركانية المنبعثة من بركان في هاواي الفيديو يشمل صوراً نادرة للحومة من جهة الشمال والوسط على سطح بحيرة بركان كلاوية يعد من الأكثر نشطاً على وجه الأرض وهو أحد البركين الخمسة التي تتألف منها جزر وحواني بالدبكة الشعبية واللوحات التراثية أحيى السوريون في محافظة الحسكة عيد رأس السنة السورية المعروفة بالأكيتو الذي نظمته وزارة الثقافة والسياحة لتكريسه تقليداً يذكر السوريين بحضرتهم الممتدة ألاف السنين في لوحة جسدت كل ألوان التراث السوري نظم مهرجان التراث في محافظة الحسكة السورية السريانية والأشورية والكلدانية والكردية والعربية ومختلف الحضارات التي مرت على سوريا والتي أثبتت عراقة هذه الأرض وحضارتها تتصدى اليوم للفكر التكفيري الظلامي المنغلق الغاية من الرسالة هي الرد على الثقافة الغريبة عن الشعب السوري ثقافة التكفير والتهجير وهي ثقافة بعيدة كل البعد عن الحضارة الإنسانية للشعب السوري الذي تمتد حضارته لسبعة آلاف عام واليوم هو رأس السنة السورية والتقويم السوري 6768 عام من الحضارة هذا المهرجان هو رسالة لكل العالم بأن هذه الثقافة السورية الحقيقة هذه الثقافة المواطنة ثقافة المقاومة ثقافة القوة ثقافة الحق فكل ما جرى على هذه الخشبة اليوم كان هو صورة مصغرة وتمثيل بسيط لما يجري على الأرض نعم كان هناك تمثيل للتراث لكن الفقرات الأجمل هي كانت الفقرات التي تتغنى بالوطن وبانتصارات الوطن القائمون على المهرجان يقولون أن رسالتهم هي الفن في وجه الإرهاب مؤكدين جدارة السوريين بالحياة والعطاء رغم أن بلادهم مكلومة ومثقلة بأوجاع الحرب أكيد نحن أول شي نقول أكيد هو بريخ خراس سنة سورية مباركة على الجميع ثاني شي نحن كفرقة سريانية يهمنا أنه دايما نحافظ على ثقافتنا ومولوثنا الشعبي اللي نحن صار له أكثر من خمسة آلاف سنة فمهمة هذا الجيل أنه يحافظ يمكن الأزمة اللي مرقت فيها سوريا هاي كانت مناهضة أنه نحن من أول وجديد أن فيقوا الفرج العالم أنه نحن دايما ثابتين هاي الأرض لألنا نحن عم ندافع على أرضنا وحضارتنا نحن كسوريين باقين هاي أرضنا وهذا وطننا فإحنا باقين ما قدمنا من فقرات هو يدل على هذا الشيء هي حكاية تفاؤل بغد أفضل مع التساع مساحة الأمان في جغرافيا البلاد مع شعلة أمل لا تنطفئ بطي صفحة الحرب في بلاد لطالما كانت عنوانا للفن والأدب والثقافة في كل الشرق ختام النشرة مع فقرة أولاد البلد بعنوان حياتي كل البحر يا أولاد البلد أنا أسمي محمد بوجة بلققوني لكيتر كنت حب وحدي يعني أمره من تحت بيتهم قصر كيتر لبع عليها بس طليره انت هاكي بضلوك علي يلا أنا صياد من أنا وولاد كنت ننزل مع بي حياتي كله هنا حياتي كله البحر عندي أربع ولاد ثلاث سوبيان وبنات إذا بيتشوفين هن وصغر هلقدي صغار بيعرفوا يصبحوا مرسلوا البحر إذا كان بحبه بيعطيها من قائد أنا بنزل ساعة أربع صباح من الساعة أربع للمورد بيطلع حبيب ألبي نجيب السمك له هان نبيعه بالمزاد نحن السمك كله طازة هان هاي دا حاب موت طازة بيت بوجة مصطفى بوجة بي مصطفى بوجة بي مصطفى بي بيت شعبان هدى هاي حاب نقول له أهليتك كانوا عنا بالقهوة كان عنا بالقهوة هنيكة نص الطريق راحة عجل إسرائيل وضربتها ما خلتلي من أشو من أول مخلقت بهالديني ما اشتغلت عند حدا وبحب إش الله وحدي ما بحب إن حكم لحدا ما بدأنا أولادي يتعذبوا زي ما أنا تعذبتهم عشانه من أنا وصغير لحد ديت هلأ بتعذب أنا بعشاء البحر زيك يا حبيبي حنون وسعد زيك مكنون نحن بس هني يزبط وضعهم مع السياسين ويعدوا مظبوط العالم كله بكيها خارب خارب وبرك وسعد زيك بس يتحته هني يصيروا يدي وحدة بترقي العالم فيها محبة أفطر بس هني ونذكر بالعنوين شباب غزة يتوافدون إلى حد الخطاع في الجمعة الثانية من مسيرات العودة وسط استنفار قوات الاحتلال القيادي في حماس غازي حمد يرى أن تصريحات علي العهد السعودي خطرة جدا ومؤشر على التوجه نحو التطبيع مع اسرائيل خلافات داخل جيش الإسلام تؤخر خروج الدفعة الرابعة من مسلحي دومة والجيش السوري يعمل على إعادة فتح طرقات دمشق وبلدات الغوطة روسيا تؤكد أن السم المستخدم ضد سكريبال اخترع في الغرب وتحذر لندن من اللعب بالنار وكان في النشرة أيضا تصوير جديد يكشف اعتداء الشرطين أمريكية على مواطن من أصول أفريقية للمزيد من الأخبار زور موقع المادين على الانترنت المادين دوت نت ولمتابعين باللغة الإسبانية اسبانول دوت المادين دوت نت إلى اللقاء